هنرجع تاني سورة المنتخب ونعمل كلوز اوب على شخصية تاني اه اوكي يعني كل الناس كان على النني النني كان عظيم امبارح انا بصراحة من الناس النني واخد رجل المباراة اه بعتذره بشكل شخص لان انا فعلا كنت استسألت بعد ما ماتش السودان هو النني بالزبط دوره ايه في الملعب انا مش فاهم انا مش فاهم حسنو بيجري طاقة مهضرة امبارح فعلا كان في كل كورة كان اولا سمام امان في الدفاع فظيع كل كورة وراء الخط الوسط يعني كان بيدافع وراء دفاع مرتين وفي الهجوم كان بينقل الكورة القدام شفت مرة انني زمان في الارسنة بلعب ماتشات عاملة كده بس بعد كده فجأة لقيته حسيت انه بيباصي الكورة ويجري باصي الكورة ويجري بعدين بادوش دور لا امبارح كان عظيم ولولا انني امبارح فعلا رجل المباراة ولولا انني امبارح ما كانتش فيها جنات بتوصل حقيقية الجنة حاجات بقى كور عالية بتاع يعني بترجع انا فرحاله جدا احب ان الانسان يخرج من الحالة طيب امبارح والده كان موجود على محطات كتير جدا وكان بياخد التحية بقى لانه هو ابنه الناس كتير والده كان لعب كورة كمان فهو متقدر فكرة انك انت تبقى الناس كلها بتهجمك وقد انت يحط حقك بقى وهو جاب حقه بنفسه في الملعب حاجة جميلة بصراحة حاجة جميلة وجاب حقه في الملعب فعلا طيب هل انت شايف انه رد فعل برضو يعني تقدم المنتخب الهجوم اللي حصل عليهم وبردو كيروش يعني ارى كده الدنيا والناس بتقول ايه وارد والله لان صلاح بقول لحضرتك زكي جدا انا شايفه قائد المنتخب من اكتر واهم واجمل كباتن المنتخب قادات المنتخب اللي جوم في الفترة الاخيرة ليه اولا اسم عالمي ومن احسن ثلاث لعيبة في العالم ورجل عنده شخصية وتأثير في العالم كله ملهم للشباب وما يطلع يقول ان احنا كجمهور الكلام ده واضح ان هو قاري اللي بيحصل على سوشيال ميديا وجايله ريبورتس يعني من كل الاصناف البشر ان بيتقال علينا كذا وكذا وكذا فنقل ده للعيبة بطريقته ونقل ده لنا بطريقته واعتقد ان هو بيدي حافظ ايجابي للعيبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة